ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وقال بلاغ للمندوبية إن مئة من نزيلات ونزلاء 21 مؤسسة سجنية في هذه العملية التي انطلقت بتاريخ خمسمائي 2020 وذلك بطاقة انتاجية تبلغ 20 ألف كما مواقيا يوميا في انتظار رفعها في المستقبل وتتم عملية الانتاج بحسب البلاغ وفقا للمعايير الصحية المعتمدة وطنيا حيث تم استفاء جميع الشروط المتطلبة من طرف القطاعات الوصية كما خضعت جميع مراحل المشروع للمراقبة المعمول بها مما مكن من الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الوطنية سواء فيما يخص المواد الأولية المستعملة أو فيما يتعلق بظروف وشروط الانتاج وتهدف هذه العملية إلى تحقيق هدفين أساسيين هدف تأهيلي حيث يرم هذا المشروع تأهل السجنة للاندماج في المجتمع من خلال إذكاء روح المواطنة لديهم وتمكينهم من مجموعة من القيام الإيجابية كتحمل المسؤولية التأذر التعاون والمساهمة في المجهودات المبدولة من طرف مختلف مكونات المجتمع المغربي من قطاعات حكومية وفعالية مجتمعية للوقاية وللحد من انتشار هذا الوباء ويتعلق الهدف الاجتماعي بتمكين السجناء من تدبير مدة الاعتقال خلال فترة الحجر الصحي وفق مقاربة تحفيزية تنبني على تشغيلهم مقابل مكافآت وتعويضات مادية مشجعة سيتم إداعها بحساباتهم الشخصية المفتوحة لهم بالمؤسسة السجنية حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن وتتم هذه العملية بتنصيق ودعم من وزارة الداخلية ومن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الشركين الاستراتيجيين للمندوبية العامة في هذا المشروع نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي